دونيس مساء الخير بعرف أن رسالتك تختلف عن الموضوع ولكن لا نقدر إلا أن نعلق على حديث أستاذ غسان حجار بموضوع الخبر المهم يلي اليوم بالفعل كان محبط القرار بوقت وقت اللي صدر عن المحكمة الدولية وأنا تبعت بشكل أساسي منذ أن شكلت وأنشئت هذه المحكمة حتى صدور الحكم كان محبط بأنه من العدد المتهمين فقط شخص واحد طلع الحكم فيه لكن هلأ اليوم عادة والمحكمية غرفة الاستئناف وبطبيعة الحال هذا الاتهام المباشر للحزب رح يكون فيه له تداعيته على الساحة اللبنانية لكن مثل ما قال أستاذ حجار السلطات اللبنانية غير قادرة لتنفيذ مذكرات التوقيف كما حصل مع سليم عياش واليوم يتجدد الأمر مع حسين عنيسي وأيضا صبره صحيح إذن سقط الميجا سنتر في مجلس الوزراء ولم ينجح رئيس الجمهورية في تمريره ولم يخلو نقاش من خلافات حادة وصراخ بين الوزراء إلا أن الأمور لم تصل إلى التصويت وانتهى الأمر بالاتفاق على ترحيل الموضوع إلى انتخابات العام الفين وستة وعشرين يعني سقط عمليا سبب مهم لتأجيل الانتخابات ولو لفترة تقنية على صعيد آخر تبرز زيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكا في واحدة وعشرين الجاري وهي زيارة مفاجئة لسيما أنه لم يمضي على زيارة أمين سير دولة الفاتيكا للعلاقات مع الدول ريتشارد جالاجير إلى بيروت ولقائه الرئيس عون تحديدا أكثر من شهرين الزيارة بحسب المعلومات طلبها عون من جالاجير وهو سيركز فيها على هواجس المسيحيين وتحت هذا العنوان الفطفاض سيثير رئيس الجمهورية الخوف من حصول فراغ رئاسي عندما يحين موعد الاستحقاق في تشرين المقبل وسيحاول الحصول على البركة البابوية للتمديد تجنبا للفراغ في الموقع المسيحي الأول في لبنان وقد يطرح بطبيعة الحال موضوع الانتخابات النيابية وإصراره على حصولها إلا إذا جرت عوائق قد تتطلب تأجيلها لفترة وتكشف مصادر ديبلوماسية أنه في إطار هواجس المسيحيين أيضا سيثير الرئيس عون قضية العقوبات الأمريكية والإجراءات الفرنسية التي تصيب بشكل خاص شخصيات مسيحية في مقدمها بطبيعة الحال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ولم تستبعد المصادر أن يرافق باسيل رئيس الجمهورية في هذه الزيارة يدرك رئيس الجمهورية أن الفاتيكان ينسق بشكل دائم مع فرنسا في شأن لبنان وقال جار عندما غادر بيروت تواصل مباشرة مع لودريان وبالتالي الرئيس عون يعول على مساعدة الفاتيكان لإقناع فرنسا فيما يخص كل هذه الهواجس كما يعول على تدخل البابا لحل موضوع العقوبات على باسيل مستندا إلى العلاقة الوطيدة التي تربط قداسة البابا بالرئيس الأمريكي علما أن الرئيس الأمريكي يمكنه أن يطلب إلغاء عقوبات في قانون ماجنيتسكي في حالات محددة إما أن يكون الشخص تبين أنه غير مزنب أو أنه حكم أو أنه غير تصرفه ولم يعد فاسدا أو أن هناك مصلحة قومية لأمريكا في إلغاء هذه العقوبات في المقابل تتحدث مصادر ديبلوماسية عن تشدد الفاتيكان في موضوع الفساد وتتحدث عن سوء إدارة في لبنان وتحمل المسؤولين في السلطة مسؤولية الأزمة ومن بينهم الرئيس عون بعد الفاتيكان من المقرر أن يزور عون إيطاليا في 22 الجاري وللمفارقة هي الزيارة الأولى له إلى روما منذ تسلمه مهام رئاسة الجمهورية وهي تحصل في آخر عهده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر